هذا الحكم اللي هو عنون الحقيقة بيغضب البعض وبيجعل البعض في حالة يعني خوف شديد وفي حالة ألم شديد على رفاقه الإرهابيين مين هم دول؟ شوفوا حمزة زوبة الإخواني الهارب بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل ليه يا سيدي؟ الإعدام ل37 معتقل والمؤبد ل61 15 سنة ل15 معتقل 10 سنين ل21 معتقل 5 سنين ل52 معتقل انقضاء بالوفاء ل22 شخص تم تصفيتهم الحكم على المتهمين في قضية المعروفة إعلامين باسم أنصار بيت المغنس حمزة زوبة أنا بسأل أنا بسأل حمزة زوبة بقول له أنت بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل أنت تعرف عنهم حاجة أصلا يعني أنت حمزة زوبة يعرف إيه عن القضية قاعد في تركيا بيتسكع وبيتنطع في شوارع إسطنبول عمال يأكل ويدخب زي الخرفان وعمال يتكلم ويهرج هذا المسمى أبولية الإخواني اللي هو حمزة زوبة موجود قاعد في فيلا في إسطنبول قاعد عنده برنامج وبيقبض منه وعمال يدغضغ مشاعر الناس وهو هربان أنا فاكر هؤلاء اللي كانوا موجودين في رابعة يقول لك إحنا آخرنا هنا كان الراجل اسمه إيه الحقير ده اللي بيسكوف في مطروح اللي كان عامل دوجلس صفة حجازي صفة حجازي أنا سمعت له فيديو بيقول وإحنا هنا هنموت شهداء وأكفلنا معانا ولن نخرج من هنا إلا إما منتصرين أو محمولين على الأعناق والكلب جايبينهم المطروح لابس نقابه وعمل دوجلس ومش عارف إيه أنا بس بقول للناس عرفوا أنه دول كذبين وحمز زوبة ده أحد هؤلاء المتنطعين الأنطاع الكذبين بيتكلم بقول حسب الله ونعم الوكيل أنا بقول له حسب يا الله ونعم الوكيل فيك يا حمزة وفي كل هؤلاء المنتمين لجماعتك وتنظيمك وإن بإذن الله عند الله سنلتقل